أهلا بحضراتكم من جديد معايا بقى الفكرة المحببة لكل جماهير النادي الأهلي الصحفي والنقض الرياضي الكبير الأستاذ علاء عزة منوارنا يا أستاذ علاء كابتن أستاذ أما تحياتي ليك وتحياتي كل جمهور نادي الأهلي العظيم سعيد جدا جدا نكون معاك بعد فترة غياب وسعيد كمان إن أنا جاي في أوقات حلوة جدا بنيعيشة بيعيشة النادي الأهلي بيعيشة جمهور نادي الأهلي بجد يعني أنا مبارح لما تلقت الدعوة أو من ثلاثة لما تلقت الدعوة ومبارح كسبنا السلة فقلت الحمد لله وبعاكده كمان نهارده الصبح كمان ذكرى ستة واحد دي فقلت لا أنا محصوص بجد أن أنا أجي في يوم سعيد زي اليوم ده يعني يوم عالمي بجد يعني أنا محصوص جدا أن أنا أكون موجود بعد الدور السلة مبارح المرش الجماهير لنادي الأهلي احتفلت بيه احتفاق غير عادي يعني أنا مبارح حسيت أن أهلي كسب دورة بطلاف روكا بقرد القدم يعني السوشيال ميديا تقلبت متابعة كبير متابعة غير عادية طبعا والناس عطت نجوم من نادر أهلي حقها يعني بجد يعني نجوم بقرد السلة مبارح طبعا الناس حفظت أسماء كلها وعارفينهم بالأسماء وأجوستي وكلام والله كأن فعلا الأهلي خد دورة بطلاف روكا بقرد القدم يعني مش كلمة مش نقول طبعا محلات المحلات بتاعتنا يعني فأنا سعيد جدا أن موجود نهارده يمكن ستة واحد نهارده كمان يعني أنت نهارده جايل لنا والغزالة ريئة جدا والناس الحلوة عملا داخل بطولات يعني فإمكان حتى قبل ما أطلع هو كلامة كابتن خالد بيبو فبقوله 16 مايو النهارده 16 مايو فبقوله النهارده بيقول لنا عندي اتنين عيد ميلاده طول لا أنت عندي عيد ميلاده واحد بس وعندك عيد قومي طول 16 خمسة ده عيد قومي بالنسبالك فخالد كان مبسوط جدا طبعا أكيد طبعا نهارده خالد بيعيش على السنين ينزل تفتكره ويعني فيه نجوم كتير جدا جدا جابوا أهدف تاريخية وعظيمة في تاريخ النادي الأهلي بس خالبي بيبو راح في حتة تانية يعني الأربعة دي وخلته في حتة تانية مدى الظهر يعني هنيفضل جمهور نادي الأهلي لأبد الظهر بيفتكر ستة واحد ويفتكر خالبي بيبو فهو محظوص جدا جدا فأنا بقوله أنت محظوص جدا في الماتش ده قال الحمد لله شوفت الماتش ده فين؟ السرقاهرة كنت موجود في الملعب آه في الملعب طبعا آه يعني أنت شاهد على الواقع نفسها آه أنا كنت معي كتيب الصحفيين أيام ما كانت المقصور الصحفيين فوق تحت المقصورة الرئيسية آه مكان المقصورة الأمامية دلوقتي آه وكان اللاعبين كانت تحتينة فحتى بعد الماتش عطول في سواني كنا فقط لبسفة عن نادي الأهلي وشوفت خليل بيبو كان واقف وشوفت مانور جزيو مدحة شلبي مالحقناش أه السلام عليكم الرحمة الأدفة الأول رضا شحات آه على فكرة يعني زي ما قال التلفزيون بيبو وشير بيبو وقون دي بتاعتنا آه يعني هو كابتن بتاحة شلبي قال بيبو وشير بيبو وقون آه آه بعضها الماتش اللي بعدها جمهور الأهلي غنى آه كابتن الله يرحمه عم أم حسين أضيار حمو قالك زي مقالة التلفزيون بيبو وشير 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 الدور الأول كان الأهلي خسر من الزنالك فيه أهم من كده يعني فيه البعض بيتحجج بتعصراته إن فيه مشاكل إدارية وإن مش عقف رئيس النادي مش موجود مش موجود ما بالك فريق بيلعب رئيس النادي تاعه ميت يعني أنت تخيل لما يكون أنت بترمي كل فشلك على إن رئيس النادي مش موجود يعني وقع في بيته ما بالك لما يكون لعيبة بتلعب برات قمة ورئيس النادي المايس طرق تاريخ نادي وليس رئيس النادي عادي ده المايس والصالح سليم متوفر بها بعشر ايام بذلك تتحدي كل طلب من نادي الأهلي أو عرض على نادي الأهلي تأجيل للمباراة قمة دي فاكر كويس جدا الكواليس إنه بعته خطاب رسمي لكابتن حسن حمد وقتها كان نادي برئيس النادي الأهلي قالوا لو عايزين تأجيلوا هذه المباراة تقديرها للظروف اللي بيمر بها لنادي الأهلي وجمهين من نادي الأهلي وفاة المايس والصالح سليم النادي الأهلي رفض فشوف لعبتي النادي الأهلي إزاي في غياب المايس والصالح سليم وفي حالة حداد حالة حداد حقيقية مصر كلها مش النادي الأهلي بس كان حالة حداد في مصر كلها في وفاة المايس والصالح سليم والنادي الأهلي بيقدر يعمل مباراة أسطورية ومباراة تاريخية ودي كانت تكريمة لكابتن حسن حسن ممكن لو طبعا يعني أكيد مرشي أنا شوف طبعا مليون مرة على شاشة قرارات نادي أهلي شوفتوا عشرين يعني هنحفظوا صامة المرشي ده لكن هتشوف حتى فيه يوفق جمهور الأهلي الشموع الحمراء اللي تنطفي شموع صالح السليم اللي تنطفي كان لسه نادي الأهلي في حداد لابت نادي أهلي كان لابسين إشارة حداد في المباردية فتخيل لما يعني إحنا بنقول بس إن إحنا مش إحنا النادي اللي بعمل مبرارات للفشل مش إحنا نقول لك لو ده مش عفل النادي عنده عدم استقرار لما يكون الرئيس النادي بتاعك أنت أصلا متوفي وبتعمل الانتصار تاريخي ده دي كانت رسالة ناس كده جده بتخفى لها يعني ناس كلها بيقولك إن الأهلي كانت ظروف وقتها ومن ماله الجزء كان لسه جديد لكن أحب بريكم إزاي لعيبة النادي الأهلي بيكون على قدر مسؤولية ما فيش رئيس النادي في وقتها كان رئيس النادي المتوفي كان فيها حالة حزن وحالة حداد كبيرة جدا ورغم ذلك النادي العمل الأكبر انتصار في طريقه على دي الزمالك